أهلا بكم في أبرز التطورات الرياضية أعلن النادي الفيصلي عن التعاقد رسميا مع اللاعبين محمد طنوس وورد البري ليمثل فريق كرة القدم في الموسم المقبل وجاء التوقيع مع طنوس بعدما انتهى عقده مع الحسين إربد حيث قدم معه موسما جيدا في منطقة البري للفيصلي بعد سنوات طويلة أمضاها مع نادي شباب الأردن حيث استطاع لفت انتباه الشرع الرياضي ليتم ضمه لصفوف من تخب النشامة وكان الفيصلي قد أنجز سابقا التعاقد مع كل من إبراهيم الخب ومحمد أبو زريق إضافة للتوقيع مع المدير الفني السوري حسام السيد ضرب الأهلاء المصري موعدا مع باير مينخ الألمانية في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعدما تجاوز عقبة الدحيل القطري بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم يوم أمس على استاد المدينة التعليمية في مدينة أريا يحل انتر ميلان الليلة ضيفا ثقيلا على فيورنتينا في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الحدي والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم ويدخل انتر ميلان مباراة اليوم بكامل قوته من أجل تحقيق فوز تمين يقربهم من خطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي من غريمهم التقليدي إي سي ميلان حيث أن الفارق بين الفريقين نقطتين مما سيمنح الانتر فرصة لخطف الصدارة بشكل مؤقت حال الفوز في مباراة الليلة على الجانب الآخر يدخل فيورنتينا اللقاء على أمل استغلال عامل الأرض لتحقيق انتصار مهم لرفع رصيدهم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في ظل سعي الفريق لحجز مقعد في أحد البطولات الأوروبية في الموسم المقبل سحبت اليوم في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرعة الدور النصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا وأصفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة ستجمع إشبيليا بمنافسه برشلونة فيما سيقابل أتلاتيك بالباو نظيره ليفانتي ومن المقرر أن تقام مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب واللياب بحيث تبدأ مواجهات الذهاب في العاشر من الشهر الحالي أما مواجهات اللياب ستقام في الثالث من شهر أذار المقبل وستقام المباراة النهائية في السابع عشر من شهر نيسان المقبل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيليا حقق فريق لوس أنجلوس لیکر فوزا سهلا على منافسه دانفر ناكيتس بنتيجة 114 نقطة مقابل 93 نقطة ضمن منافسات دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين وشهدت بداية اللقاء تفوقا أكبر من جانب ناكيتس الذي أنهى الربع الأول متقدما ليكون ليكرز بفارق ثلاث نقاط قبل أن يواصل تفوقها وفي الربع الثاني منهيان الشوط الأول لصالحه بفارق 12 نقطة وفي الربع الثالث انتفض ليكرز وقالب النتيجة لصالحه بفارق ثماني نقاط قبل أن يواصل انتفاضته في الربع الأخير منهيان اللقاء لصالحه بفارق كبير وصل 21 نقطة وصلت بسيط بسيطة موسيقى 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 انظام من جمارة تليمىAAAAAAAAA فقط موسيقى موسيقى يجب اندفقه موسيقى تليمت احسان